لعبت للإنتر لمدة عشرين موسم متتالي وفي وقت يمكن كانت مسابقة الدور الإيطالي هي المسابقة الأقوى والأهم على مستوى كوكب الكرة الأرضية كل على مستوى الأرض كلها ليه ما فكرتش أو يعني وكنت واحد من أفضل مدافعين في العالم بالتأكيد ليه ما فكرتش أو ما جالكش عروض أو ما وفقتش على أنك أنت تنتقل لنادي تاني سواء داخل إيطاليا أو خارجها بالطبع استلمت العديد من العروض وكانت العروض تنهال علي خاصة بعد كأس العالم لكن حب الإنتر وعشق الإنتر لا أحد يعرفه سواء الأساطير التاريخية الذين ارتدوا هذا التيشرت أنت لا تعلم ما هو الشعور كأسطورة عندما ترتدي تشرت واحد لنادي واحد لألوان واحدة الإنتر بالنسبة لي أعظم نادي في العالم وتم عرض علي العديد من العروض ورفضت العديد خاصة بعد كأس العالم 82 ولكن رفضت كل العديد من أجل الإنتر هو الشغف وهو العشق بمناسبة لعبك للإنتر بالتأكيد طبعا يعني الدوري الإيطالي كان في التوقيت ده أو في الفترة دي كل الأندية إيطالية كان بتضم نجوم كبار جدا أشهرهم طبعا يمكن كان دييجو أرماندو مارادونا اللي لعب لنابولي بعد تقلقه في كأس العالم 86 بفتخر كمان من الأسماء الكبيرة جوجوية نجم ليبيريا والحياز علاقة بالأفضل في العالم نجوم هولندا في عصرها الدهبي ماركو فانب هاستن وروت خاليت اللي كانوا بيلعبه لميلان دا يرجعني لذكراتك مع الكالتش الإيطالي مع المنافسة القوية بين الإنتر وبين الميلان وبين اليوفي ومين أصعب مهاجم لعبت قدامه في الدولة الإيطالية أنت على حق خاصة كأس العالم 86 لكن في النسبة لي أكبر خصم كان ديجو أرماندو مارادونا أكبر وأعظم لاعب لمس كرة القدم على مر التاريخ صعب تلعب أمام مارادونا لكن بالنسبة لي ماركو فانباستن كان صعب جدا وكان صعب وكان تكتيكي ماركو فانباستن كان صعب الحصول عليه وكان صعب النيل منه بلغة الكرة صعب اللحاق به كاريكا أيضا وروبرتو كان هناك العظيم من الخصوم أنت تتحدث عن أساطير في كرة القدم كما ذكرت فانباستن وديجو أرماندو مارادونا جيكو البرازيلي عندما تلعب أمام جيكو لعب خارج أنا أذكر لك هذا كما ذكرت كمقدم للبرامج متابع جيد للكرة الإيطالية لكي تعلم مدى صعوبة الكرة في الماضي ومدى قوة الدور الإيطالي والكرة الإيطالية في هذه الأعوام إيه السبب في تراجع قوة البطولة وإيه السبب في تراجع قوة الأندال الإيطالية على مستوى المنافسات الأوروبية على وجه التحديد من وجه نظرك سؤال جيد هذه هي الحياة كرة القدم مثل الحياة تمر بالعديد من المراحل أحنا خسرنا القطار خسرنا قطار عظيم قطار مواصلة المجد قطار عندما كنا الأعظم في سنة التسعين إيطالية تراجعت بعض الشيء وزهرت الكرة الإنجليزية وكانت الكرة الإنجليزية تتصدر المشهد منذ عام التسعين لكن عدنا وكنا قوية وهذا هو السلم الموسيقى السلم الحياة أنت كمقدم برامج أو المشاهدين أو أي واحد لديه وظيفة يمر بمراحل في حياته هذه الكرة الإيطالية مررنا بالعديد من المشاكل هناك عديد من المسؤولين في الكرة الإيطالية يجب أن ينزعوا كميس الكرة الإيطالية لأنهم لا يستحقون أن يكونون في منصب الكرة الإيطالية وهذا ما أدى إلى تراجع الكرة الإيطالية